إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم تأصيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله بيده مفاتيح الفرج الحمد لله شرع الشرائع وأحكم الأحكام وما جعل علينا في الدين من حرج سبحانه لا شريك له قامت على وحدانيته البراهين والحجج وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله هو المفدى بالقلوب والمهج وهو النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على أقوم طريق وأعدل منهج والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مستمعين الكرام نحييكم بتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المباشر تأصيل الذي يأتيكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة ويسعدنا في هذه اللحظات أن ننقل لكم تحيات طاطم البرنامج الذي يصحبكم في هذه الساعة الإذاعية من التنفيذ على الهواء مباشرة هذه تحيات الزميل عبد المنعم السعدي وهذه تحيات أخوكم توفيق أسامة من التقديم والإعداد كما يسعدنا أن نرحب بضيفنا في الستيديو فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ونحييك بأعظم تحية له هي تحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحياكم الله وسادة المستمعين أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ وبالسادة المستمعين الكرام ونحن في هذه الحلقات ما زلنا نتعلم عن علم العقيدة ونتعلم فضل هذه العلوم وتأصيلات هذه العلوم الشرعية فنحن نتعلم العلم الشرعي ونتعلم العقيدة لكي نزداد خشية من الله تبارك وتعالى فالعقيدة تحوي التوحيد الذي هو معرفة ما ينبغي لله وما لا ينبغي لله ومعرفة الله أصل من أصول الخشية فكلما ازدادت معرفة العبد بربه ازداد خشية فضيلة الشيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم بالنظر إلى موضوعات العلوم وحقائقها المختلفة ما هي العلاقات التي تربط بين العلوم سواء العلوم الشرعية أو غيرها من العلوم المادية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين العلاقات بين العلوم بشكل عام تتردد بين أربع نسب وعلاقات العلاقة الأولى هي علاقة الترادف فتطلق الأسماء المختلفة على مسمى واحد وعلى علم محدد أي تختلف الأسماء وتتفق المسميات فمثلا إذا قلنا علم التوحيد وعلم الإيمان وعلم الفقه الأكبر وعلم العقيدة هذه العلوم متفقة أو مختلفة هذه علوم متفقة لكن أسماءها مختلفة فهذا إذن هو الترادف هذا الترادف أو هذا هو التطابق فهذه علوم متطابقة في فحواها ومحتواها أما في أسمائها فقد تختلف هذه الأسماء كذلك علم التفسير وعلم التأويل عند السلف علم التفسير هو علم التأويل عند السلف وعلم الفرائض هو علم المواريث علم الفرائض الشرعية هو هو علم المواريث إذن هنا علاقة التطابق أو ترادف حيث أطلقت أسماء مختلفة على علم واحد جيد هناك علاقة ثانية هي علاقة التخالف يقابل الترادف التخالف أو التباين فتتباين الأسماء وتتباين المسميات أسماء مختلفة لأشياء مختلفة بحيث لو نسبنا العلمين المختلفين أحدهما إلى الآخر لم يصدق على شيء مما صدق عليه الآخر فمثلا علم التوحيد يخالف علم التاريخ وعلم السيرة يباين علم المواريث وعلم اللغة العربية لا يصدق على شيء من علم الفلك إذن هنا هذا اختلاف في الأسماء والمسميات معا وهذا ما يسمونه بالتخالف أو التباين وهناك علاقة ثالثة هي علاقة التداخل التداخل بين العلوم نعم كأن يكون أحد العلمين واقعا بتمامه داخل علم آخر على سبيل المثال يعني مثلا لو قلنا علم الفقه وعلم المواريث أو علم الفقه وعلم القضاء أيهما أعم وأيهما أخص الفقه أعم لماذا؟ لأن القضاء في معظم كتب الفقه يمثل بابا من أبواب الفقه فأي كتاب من كتب الفقه فتحت أو بحثت فستجد القضاء بابا لكن هذا الباب اتسع وصارت له تفاصيل كثيرة استدعت أن يؤصل بعد ذلك بعلم وعلم القضاء مثله علم الفرائض الفرائض والمواريث كلاهما يقع بتمامه داخل علم الفقه نعم جيد كذلك علم الرواية وعلم الدراية داخلاني معا في مسمى علم الحديث الرواية والدراية داخلاني معا في علم الحديث في مسمى علم الحديث إذن علم الحديث أعم وعلم الرواية أخص علم الجرح والتعديل علم الجرح والتعديل داخل في علم الحديث وهكذا علوم كثيرة واقعة داخل علم الحديث فالعلاقة هنا هي التداخل لو قلنا مثلا علم الشمائل شمائل النبي صلى الله عليه وسلم أو خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ونحو هذا من العلوم والدلائل مثلا دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ما علاقتها بعلم السيرة النبوية نقول هي جزء من علم السيرة النبوية واقعة بتمامها داخل علم السيرة النبوية إذن علم السيرة أعم مطلقة وعلم الشمائل أخص علم الفرائض أخص وعلم الفقه أعم علم القضاء أخص وعلم الفقه أعم إذن ثلاثة أنواع علاقة الترادف وعلاقة التخالف والتباين وعلاقة التداخل بقيت علاقة أخيرة والرابعة وهي ما يسمى بعلاقة التقاطع أو العموم والخصوص الوجهي ما الفرق بينها وبين التداخل العموم والخصوص الوجهي أو النسبي بأن يكون أحد العلمين أعم من جهة وأخص من جهة والعلم الآخر أعم من جهة وأخص من جهة ما مثال ذلك؟ علم السيرة ما علاقته بعلم التاريخ؟ علم السيرة النبوية أعم من علم التاريخ من وجه والتاريخ أعم من السيرة النبوية من وجه آخر كيف؟ سيرة النبوية تتعلق بحياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وتفاصيل ما وقع في تلك الحياة وكل ما وقع له صلى الله عليه وآله وسلم من نزول الوحي ومن أسباب إيراد الحديث ومما له تعلق بحياته في الجزيرة العربية فالسيرة النبوية إذن من هذه الجهة أعم من جهة التاريخ فيما تعلق بنبينا صلى الله عليه وسلم لكنها أخص في المرحلة الزمنية لأن زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو مدة حياته أو الأحداث التي سبقت مولده والأحداث التي لحقت وفاته صلى الله عليه وآله وسلم عدا هذا فإن الزمان قبل ذلك وبعد ذلك لا يدخل في السيرة النبوية إذن علم التاريخي أعم في المرحلة الزمانية من علم السيرة لكن علم السيرة أخص بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم وأكثر تفصيلا فيما يتعلق بأخباره وأحواله وأيامه ومواقفه صلى الله عليه وآله وسلم كذا علم المغازي مثلا الذي هو علم الغزوات النبوية ما علاقته بعلم الحديث؟ هو أعم من علم الحديث من وجه من حيث أنه يختص بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم وبتفاصيل ما وقع فيها وعلم الحديث أعم من علم المغازي من وجه من حيثية أنه يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبإقراراته وأفعاله جميعا ما خص المغازي وما لم يخص المغازي إذن هذه علاقة العموم والخصوص الوجهي أو العموم والخصوص النسبي فكل علم فيه جزء متقاطع مع علم آخر ويختص بجزء لا يكون عند الآخر إذن لا تخرج العلاقات والنسب بين العلوم عن هذه النسب الأربعة إما الترادف أو التخالف وإما التداخل أو التقاطع مما تجدر ملاحظته أن بعض الموضوعات وبعض العنوين قد تدرس في عدد من العلوم تدرس في عدد من العلوم ولكن تدرس من وجهة نظر ذلك العلم يعني حين نتحدث عن مصطلح الخاص والعام في أصول الفقه فهو يدرس هذا المصطلح أو هذه المباحث في باب دلالات الألفاظ في أبواب أصول الفقه لكنها تدرس أيضا في أصول التفسير كما تدرس في علم اللغة ودلالة الألفاظ فكأن مبحث العام والخاص من الألفاظ يدرس في الأصول من وجهة النظر الأصولية يدرس في اللغة من وجهة النظر اللغوية يدرس في التفسير من وجهة النظر التفسيرية مثل هذا مصطلح المحكم من الألفاظ أو المتشابه مصطلح النسخ مصطلح المطلق والمقيد هذه تدرس في أصول الفقه كما تدرس في أبواب اللغة كما تدرس في أبواب أصول التفسير ولهذا يقول بعض أهل العلم الكلام يشتمل على لفظ ومعنى فحظ اللغوي النظر في ألفاظه ببيان ما وضعت له هذا فيما يتعلق بنظر اللغوي وحظ النحوي في بيان ما يستحقه من الحركات اللاحقة لآخره ما يستحقه ذلك اللفظ من الحركات اللاحقة لآخره إعرابا وبناء وحظ التصريف أي عالم التصريف بيان وزنه بيان وزن هذه الكلمة وبيان صحيحه من معتله وأصله من مزيده أو بدله كل حسب اختصاص نعم أما كون العام بعد التخصيص حجة أو ليس بحجة أو حقيقة أو مجاز فهذا ليس حظ واحد من هؤلاء بل هو من حظ الأصولي الذي يبحث في هذه المسائل هو الأصول والأصول موضوع علمه المعنى وإنما ينظر في الألفاظ هذه التي نتحدث عنها بطريق العرب في مبادئ الأصول يعني ليس هذا من غرضه الأساسي والرئيسي وإنما غرضه البحث من جهة ما تفيده هذه الألفاظ من معاني يستنبط من خلالها حكم الله تعالى في تلك المسائل بما يسمى بالمصطلحات أو التأسيس أو المقدمة لهذا العلم يوضع بعض المصطلحات وتعريفها لكن ليس باختصاصه هو لكن هي بمجرد التقدمة لهذا أعجان يعني قد تتشابه المصطلحات لكن وجهة النظر البحثية أو العلمية تختلف باختلاف العلوم نعم جميل إذن التطابق والتخالف والتداخل وعلاقة التقاطع وبينت لنا المعنى الوصلي لطالب العلم فجتاك الله عننا خير الجزاء نعم فضيلة شيخ بخصوص العلوم الشرعية وكذلك العلوم اللغوية إلى أي مدى هي مترابطة أو متداخلة هل هناك نوع من أنواع التكامل بينهما العلوم الشرعية واللغوية نرى كثيرا من أهل العلم يحرص على طالبة العلم أن يكون ملما باللغة العربية ملما بسلامة اللغة العربية وغيرها فما علاقة العلوم الشرعية واللغوية في الحقيقة قسم علماؤنا الشرعيون العلوم الشرعية بشكل عام إلى وسائل وغاية أو قسموها إلى آلات ومقاصد هذا يقتضي أن من العلوم الشرعية واللغوية ما هو بمثابة الوسيلة والأداة لغيره من العلوم ولهذا يقول بعض أهل العلم العلوم صنفان صنف مقصود لنفسه وعلوم ممهدة للإنسان في تعلم العلوم المقصودة في نفسها يعني كأن العلوم على ضربين ضرب يقصد لذاته وضرب يقصد لأنه يفضي لفهم غيره أو لتعلم غيره فهو بمثابة الوسيلة أو الأداة أو الآلة التي يستعملها الإنسان ليصل إلى قصده الإمام النووي رحمه الله صنف العلوم إلى وسائل وغايات كما صنفها إلى كفائية وعينية هذا التقسيم تقسيم العلوم إلى وسائل وآلات أو مقاصد وآلات ما تقسيم العلوم إلى وسائل وغايات أو آلات ومقاصد هذا التقسيم متفق عليه في الجملة لا اختلاف بين أهل العلم عليه وإنما ينبهون على أن علوم الوسائل لا ينبغي أن تنقلب إلى غايات يعني إذا كانت اللغة العربية من علومك التي تتوسل بها لفهم مراد الله تعالى من كلامه ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه إذا كان ذلك كذلك فلا ينبغي أن تستغرقك اللغة فتفن عمرك فيها وأنت طالب العلوم الشرعية لست طالب العلوم اللغوية بالقصد وإنما تطلبها من حيث هي وسيلة تفضي بك إلى مقصود أو من حيث هي آلة تنتهي بك إلى غاية هذه الغاية هي الوصول إلى العلوم الشرعية التي منها يعرف مراد الله تعالى ومراد نبيه طيب علوم الوسائل والغايات كلها محمودة لا يظنن ظن أننا حين نقول إن علوم اللغة العربية مثلا أو علم أصول الفقه أو علم مصطلح الحديث ونحو ذلك إنما هي من الوسائل أو هي من الأدوات أننا نهون من شأنها بل هي مطلوبة غاية الطلب لنصل من وراء علمها وفهمها إلى معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله إلى استنباط الأحكام الشرعية إذن هذا المعنى يجب أن يكون حاضرة ابن قدام رحمه الله قسم العلوم الشرعية إلى أصول وفروع ومقدمات ومتممات فقال رحمه الله الأصول كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة وآثار الصحابة والفروع ما فهم من هذه الأصول من معاني تنبهت لها العقول حتى فهم من اللفظ الملفوظة وغيره كما فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان أنه لا يقضي وهو جائع كذلك المقدمات التي تجري مجرى الآلات كعلم النحو واللغة فإنهم آلة لعلم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأما المتممات فكعلم القراءات ومخارج الحروف وكالعلم بأسماء رجال الحديث وعدالتهم وأحوالهم هذه هي العلوم الشرعية بحسب تقسيم الإمام ابن قدامى رحمه الله تعالى على هذا العلوم الشرعية واللغوية بينها اتصال ما فتارة يكون هذا الاتصال تكامليا بابتناء بعضها على بعض وتارة يكون ذلك التأثير بتأثير بعضها في بعض فكما أن بعض العلوم غير الشرعية تفيد في مسائل من العلوم الشرعية وتلزم لها فمن هنا تطلب هذه العلوم المادية أو العلوم الدنيوية تطلب من حيث هي مطلوبة لمعرفة بعض مطالب العلوم الشرعية يعني مثلا إذا كان الإنسان لا يعرف علم الحساب كيف يتيسر له أن يقسم التركات أنه لا يتمكن كيف له أن يحدد مواقيت الصلاة إذا لم يكن يعرف شيئا من علم الفلك وهكذا لذلك قال بعض أهل العلم وإذا عرف أي الشرعي الحساب والهندسة ظهر أثر ذلك في مهارته في الفرائض والوصايا واستخراج المجهولات إذن هذا المعنى يجب أن يكون مفهوما هذا المعنى التكاملي التكامل التحصيلي بين العلوم يقع بين العلوم الشرعية وبين العلوم اللغوية من جهة كما قد يقع بين العلوم الشرعية والعلوم غير الشرعية من جهة أخرى ولهذا رأينا ابن حزم رحمه الله يقول لا بد يخاطب العالم أو طالب العلم لا بد أن يعرف من الحساب ما يعرف به القبلة والزوال إلى أوقات الصلوات ولا يوقف على حقيقة ذلك إلا بمعرفة الهيئة يعني علم الفلك ولا يعرف حقيقة البرهان في ذلك إلا من وقف على حدود الكلام ولا بد أن يعرف من الحساب أيضا كيف قسمت المواريث والغنائم فإن تحقيق ذلك فرض لا بد منه إذن هذا كله يدلك على أهمية بعض العلوم غير الشرعية في العلوم الشرعي إمام القرافي رحمه الله يقول فكم يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل يخفى على الفقيه والحاكم الحق في المسائل الكثيرة بسبب الجهل بالحساب والطب والهندسة فينبغي لذوي الهمم العلية أن لا يتركوا للطلاع على العلوم ما أمكنهم وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنده هذه المعاني يذكرها ويكررها في سياق كلامه عن صفة العلو وصفة الاستواء وصفة النزول يقول رحمه الله السؤال عن النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه فقد تكلم فيه الصحابة والتابعون وإنما البدعة السؤال عن الكيفية ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نورا فلينظر في شيء من الهيئة أي من علم الفلك وهي الإحاطة والكروية ولا بد من ذكر الإحاطة ليعلم ذلك انتهى كلامه رحمه الله تعالى إذن هناك قدر من التداخل الذي يقع في هذه العلوم وقدر من التكامل لا بد منه في هذه الفهوم وكثير من علماء السنة كان يرغب في دراسة علوم الرياضيات كالجبري والحساب ونحو ذلك ليستفيد منه فائدتان في الحقيقة يستفيد الفائدة الأولى وهي أنه يتمكن من حل عويص المسائل في الفرائض وفي الوصايا ونحو ذلك وأما الفائدة الثانية فهي شحذ الذهن تقوية الذهن كيف يكون الذهن حاداً بتدريبه على هذه المسائل الرياضية التي تقوي الفهم ولهذا الشافعي رحمه الله يقول من تعلم الحساب جزل رأيه صار رأيه جزل فصل وهكذا شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله يقول عن هذا العلم الرياضي يقول فإن لفظ الرياضة يستعمل في ثلاثة أنواع في رياضة الأبدان بالحركة والمشي كما يذكر ذلك الأطباء وغيرهم وفي رياضة النفوس بالأخلاق الحسنة المعتدلة والآداب المحمودة وفي رياضة الأذهان بمعرفة دقيق العلم والبحث عن الأمور الغامضة ويذكر أن العلماء كانوا يريضون أذهانهم ويتفكهون في وقت فراغهم بدراسة مثل هذه المسائل الرياضية يقول كثير من متأخري أصحابنا يشتغلون وقت بطالتهم يعني فراغهم ورغبتهم في الراحة بعلم الفرائض والحساب والجبر والمقابلة والهندسة ونحو ذلك لماذا؟ قال لأن فيه تفريحا للنفس وهو علم صحيح لا يدخل فيه غلط تفريحا للنفس يعني في نوع من الواع الترويح نعم أصبحت صعبة وشاقة والكل ينفر منها وكان سلفنا الصالح يقول ترويحا للنفس وتفريحا له نعم طبعا هذه عقول كبيرة نعم ونفوس ذات همم عالية ما شاء الله من أن على ما سبق فإن العلوم يحتاج بعضها إلى ضع نعم سواء في ذلك الشرعيات أو اللغويات كما أن من العلوم المادية كالحساب والهندسة وغيرها ما له صلة وفائدة في العلوم الشرعي إذن لا مانع من طالب العلم أن يتعلم علوم الحساب وأن يتعلم تلك العلوم الأخرى لينتفع أولا بها وليفيد بها أفراد أمته ويستزيد من هذا العلم النافع كما بيّنت لنا من هذه الأقوال ومن جميع الأقوال من تعلم الحساب جزل رأيه وأيضا هناك تداخل كبير بين العلوم وبعضها البعض لكننا بما أننا نتحدث عن علم التوحيد والعقيدة فما علاقة علم التوحيد والعقيدة بغيره من العلوم الشرعية نعم هذا بيت القصيد فيما يتعلق بعلاقة علم التوحيد بغيره وعلاقة علم التوحيد بغيره من العلوم للعلماء في هذا الموضوع نظرا النظر الأول أن علم التوحيد علاقته بغيره هي علاقة التخالف والتباين نحن ذكرنا أن العلاقات أربعة نعم فسوف نختار علاقة من هذه العلاقات الأربعة اختار طائفة كبيرة من أهل العلم أن العلاقة التي تربط علم التوحيد بغيره من العلوم الشرعية هي علاقة التخالف والتباين إذن هو عندهم فن مستقل بذاته قائم بنفسه له أصوله ومصادره ومناهجه ومسائله ولا يغني عنه غيره من العلوم الشرعي لكن يذهب بعضهم إلى أنه كالأساس لعلوم الإسلام فهو منها بمنزلة الرأس من الجسد ولهذا مال بعض العلماء إلى التعبير عن نسبة علم التوحيد إلى غيره من العلوم بأنه أصل العلوم الشرعية وأن ما سواه فرع عنه وذلك باعتبار أن علوم الإسلام تقوم أولا على معرفة الله تعالى وتوحيده والتصديق ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وبأمور الغيب وهذا هو موضوع علم التوحيد ولأجل هذا قال الإمام السفاريني رحمه الله في منظومته وبعد فاعلم أن كل العلم كالفرع للتوحيد فاسمع مظمي ولأجل هذا المعنى سماه الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله سماه بالفقه الأكبر وسبب هذه التسمية أن النصوص من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم تدور حول التوحيد في خمسة محاور لا سادسة لها فإما أن تكون تلك النصوص في تقرير التوحيد سواء في نوعه العلمي الخبري أو في تقريره في نوعه الطلبي الإرادي أو في دعوة الخلق لعبادة الله تعالى وحده أو في مستلزمات التوحيد وفي مقتضياته أو في حقوقه الفقهية العملية أو النظرية أو الجزاء الذي يكون على التوحيد من إكرام الله تعالى لعباده الموحدين أو في بيان العقوبات والوعيد على مضادة التوحيد بالشرك والإلحاد إذن صار التوحيد من هذه الجهة أصلا لغيره من العلوم وارتبطت به العلوم واعتمدت عليه ارتباط الفرع بالأصل والأعضاء بالرأس ولكن هذا قد يعترض عليه بماذا؟ بأن هذا المنح بأن علم التوحيد أصل وما عداه من علوم الإسلام فرع يعترض على هذا بأن ما ذكرناه هو التوحيد الذي هو أول واجب على العبيد وليس علم التوحيد فعلم التوحيد شيء كما بينا من قبل والتوحيد شيء وعلم التجويد شيء وتجويد أو حسن تلاوة القرآن شيء آخر يجاب عن هذا الاستشكال بأن علم التوحيد يتضمن التوحيد الذي أوجبه الله على العبيد وزيادة علم التوحيد يتضمن التوحيد الذي أوجبه الله تعالى على كل مسلم وعلى كل مكلف وزيادة تتعلق بالعلم وتتعلق بوسائل إيراد الحجج ودفع الشبه ونحو ذلك إذن لا غروة إذن أن يكون التوحيد سواء قلنا بأنه علم أو التوحيد الذي هو أول مفترض الله تعالى على العبيد أن يكون بمثابة الرأس لعلوم الإسلام كافة إذن هذه هي العلاقة أو هذا هو القول الأول في علاقة علم التوحيد بغيره من علوم الإسلام ما القول الثاني؟ القول الثاني أن العلاقة بين علم التوحيد وغيره من العلوم هي العموم والخصوص الوجهي العموم والخصوص الوجهي وهدي العلاقة الرابعة نعم التداخل نعم كيف؟ قالوا لأن علم التوحيد يشترك مع غيره من العلوم الشرعية في المأخذي وهو الوحي فهو إنما يستمد من الكتاب والسنة وغيره من العلوم الشرعية كذلك تستمد من الكتاب والسنة وإنما تفاوتت باجتهادات العلماء الراسخين الذين قاموا على تطوير العلوم وترقيتها إذن قضية كقضية الصفات مثلا كما تبحث في العقيدة فإنها تبحث في التفسير وتبحث في الحديث فأنت إذا ذهبت إلى كتب العقيدة سوف تجد إذا تكلم المتكلمون عن صفات الله تعالى فإنهم سوف يأتون بالآيات وبالأحاديث ويتكلمون على شرحها ومعناها لكن إذا ذهبت إلى كتاب من كتب التفسير فستجد المفسر أيضا يشرح آيات الصفات وإذا ذهبت إلى كتاب من كتب شروح الحديث فسوف تجد المحدث يشرح معاني الأحاديث التي تتعلق بالصفات إذن هنا نوع من أنواع التداخل نفس الموضوع بنفس آياته وأحاديثه كما بحث في العقيدة بحث في التفسير وبحث في الحديث وقد تقدم أن علم العقيدة يستمد من الوحي ويستند إليه لكنه يستمد أيضا من علوم أخرى غير القرآن والسنة فيكون بذلك هناك اشتراك بين علم التوحيد وغيره فعلم التوحيد حين يدرس باب الصفات يدرسه بطريقة تختلف أو تفارق الطريقة التي يدرس بها محدث أو مفسر قد يعترض على هذا المذهب الذي يقول بأن علاقة علم التوحيد بغيره هي علاقة العموم والخصوص الوجهيين بأن استمداد علم التوحيد شيء ونسبته وعلاقته شيء آخر فهذا الذي تذكرونه إنما هو بحث في استمداد العلم العلم يستمد من الكتاب والسنة لكن ليس هذا هو مبحث العلاقة والنسبة لماذا؟ قالوا لأنه لو اضطردت تلك الصورة لكانت جميع العلوم الشرعية علاقاتها هي العموم والخصوص الوجهيين من جهتي أن كل العلوم الشرعية تأرز وترجع إلى الكتاب والسنة فإذا قلنا بذلك فإن كل العلوم الشرعية سوف تكون علاقاتها بعضها ببعض هي علاقة العموم والخصوص الوجهي لأن كل هذه العلوم ترجع إلى الكتاب والسنة والتأثر والتأثير اليسير لا ينتهي إلى التداخل الموضوعي بين علم العقيدة وغيره من العلوم الشرعية أما تأثير علم العقيدة في العلوم الأخرى كالتفسير والحديث وأصول الفقه فهذا شيء معلوم مشهود لماذا؟ لأننا إذا ذهبنا إلى تفاسير المعتزلة مثلا لكتاب الله تعالى فسوف نجد ما عندهم من عقائد أو مخالفات في العقائد ظاهرة فلو أنت فتحت كتاب الكشاف مثلا للزمخشري فسوف تقف على عقيدة المعتزلة واضحة ظاهرة وسوف تجد في حواش هذا الكتاب من يتعقب الزمخشري فيما ذهب إليه من الاعتزاليات كذا لو فتحت كتابا من كتب الشيعة فيما فسروا به النصوص سواء القرآن الكريم أو غيره فإنك سوف تجد هذه المخالفات وتلك الانحرافات مثل هذا عند التعرض أيضا لشرح الحديث كل الفراق أو الفئات أو الطوائف حاولت أن تشرح كلام الله تعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بما تقتضيه أصولهم العقدية فيوجهون الآيات إلى ما اعتقدوه ويحاولون في تلك الآيات التي تعارض ما ذهبوا إليه أن يؤولوها أن يذهبوا إلى تأويلها ولهذا سوف تجد خلافا بين كتاب تفسير معتزلي وغيره من كتب التفسير وهكذا لو وقفنا على كتب حديث أو نحو ذلك شرحها أصحابها وفقا لمذاهبهم الاعتقادية في كافة العلوم يتوجهون نحو عقائدهم ومناهجهم نعم إذن هذا واضح في أمور كثيرة فمثلا قد تحمل معاني القرآن على المذهب العقدي الذي يعتقده ذلك المفسر وربما يقع شيء من جمع النصوص المناقضة للمذاهب الأخرى ورصد هذه النصوص وهذا يوجد وكذلك تأويل النصوص المعارضة لأصول المذهب من ناحية العقدية وتفسير حتى غريب القرآن حتى مفردات القرآن الكريم قد تفسر بناء على مقتضيات أصول مذهب من المذاهب وبناء قواعد التفسير والترجيح قد تبنى أيضا على الأصول المقررة في علم العقيدة عند تلك الفرق في علم أصول الفقه نلحظ أن هذا العلم يتأثر أيضا بمعتقد العالم أو بمعتقد الفرق أو الطائفة يعني مثلا ابن تيمياء حين يتكلم عن المعتزلة أو يتكلم عن الأشاعرة يتحدث عن أثر العقيدة في أصول الفقه فيقول إن كثيرا من هؤلاء وهؤلاء يتكلمون في تفسير القرآن والحديث فيبنون على الأصول التي عندهم على الأصول التي عندهم أي الأصول الكلامية ولا يعني ولا تعرف حقائق أقوالهم إلا بمعرفة مآخذهم الأساسية الأصلية وهي المعتقدات ويقول أيضا أنهم لما صنفوا في أصول الفقه وهو علم مشترك بين الفقهاء والمتكلمين فبنوه على أصولهم الفاسدة هذا يقول في أثناء الرد عليهم وفي تأكيد علاقة علم أصول الفقه بعلم العقيدة يقول السمرقندي وهو من الحنفية من علماء القرن السادس يقول اعلم أن أصول الفقه والأحكام فرع لعلم أصول الكلام أي علم العقيدة والفرع ما تفرع من أصوله وما لم يتفرع منه فليس من نسله فكان من الضروري أن يقع التصنيف في هذا الباب على اعتقاد مصنف الكتاب هذا النص يفيد أن أي مصنف لأي كتاب في أي علم إنما يبني هذه التصورات على عقيدته هذا المعنى يعني معنى مهم حتى في علم النحو علم النحو يتأثر النحوي بمذهبه الاعتقادي من ذلك مثلا قضية السماع النحوي مسألة توقيف اللغة هل اللغة توقيفية أو لا مسألة الموقف من الاحتجاج بالحديث النبوي على القضايا النحوية مع أن هناك اختلاف كبير بين هذه العلوم والعقائد وبين الجانب النحوي أو الجانب اللغوي نعم لكن هناك تأثير يؤثر بعضها في بعض فكما تؤثر مذاهب العلماء اعتقاديا في النحاة تؤثر المذاهب النحوية في أهل العقيدة وعلماء العقيدة حتى قضية الاحتجاج بالقياس في النحو وقضية التعليل النحوي والعامل النحوي والمصطلحات النحوية ومعاني الحروف والتوجيه النحوي وغير ذلك كل ذلك يعني يقع فيه تأثير من علم العقيدة على علم النحو والعكس بالعكس نعم أحسن الله إليكم فضيلة شيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم فاصل قصير ونعود إليكم مستنعين الكرام بمزيد من التأصيل العلمي حول أهم علوم التي تأثر بها علم العقيدة من علماء التوحيد وعلماء الكلام ثم بعد هذا الفاصل نواصل بمشيئة الله تبارك وتعالى ابقوا معنا اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا حي يا قيوب برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا أرحم الراحمين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام حياكم الله مستمعين الكرام من جديد عبر أثير إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة وفي برنامجكم المباشر برنامج جأصيل ونرحب مجددا بضيفنا في الاستيديو فضيلة شيخ الدكتور محمد يسري إبراهيم الخبير الشرعي بوزارة الأوقافي والشؤون الإسلمية فأهلا وسهلا بك من جديد فضيلة الشيخ الدكتور مرحبا وأهلا كما نجدد شكرنا لوزارة الأوقافي والشؤون الإسلامية على حسن تعاونها معنا في هذا البرنامج ونجدد وشكرا لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن الإنصات والمتابعة معنا في هذا البرنامج العلمي برنامج التأصيل فضيلة الشيخ ما أهم العلوم التي تأثر بها علم العقيدة من علماء التوحيد وعلماء الكلام؟ أما علماء التوحيد أي علماء أهل السنة فقد تأثروا أكثر ما تأثروا بعلوم العربية لا سيما عند تقرير العقيدة والاستنباط لأحكامها استثمر علماء التوحيد علم العربية واستفادوا منه وتأثروا به وفي المقابل استثمر المتكلمون أيضا علم العربية لنصرة مقالات منحرفة بناء على احتمالات في دلالات الألفاظ والتراكيب ابن جني من علماء اللغة علماء القرن الرابع الهجري عقد فصلا خاصا قال فيه باب فيما يؤمنه علم العربية من الاعتقادات الدينية ذكر هذا في كتابه الخصائص وساق عددا من الأمثلة التي يمكن أن تخرج على التعدد الدلالي في الألفاظ كذلك الطوفي عقد فصلا عن تأثير علم العربية في العقيدة فقال في بيان تأثيره في السنة عقد فصلا قال في بيان تأثير علم العربية في السنة وذكر فيه أيضا عددا من الأمثلة العقدية التي وقع التأثر في بحثها بناء على الأصول العربية أما عن تأثر المتكلمين فأكثر ما تأثر به المتكلمون هو علم الفلسفة وعلوم اليونان وذلك على الأقل يجب أن يسلم في حق المتأخرين من المتكلمين وهم متفاوتون في ذلك التأثر بالفلسفة ولا شك فهو عند المعتزلة ظاهر ثم هو عند بعض العلماء كالرازي بدرجة أقل وبين هذه التأثيرات مما يطول عرضه لكن بلا شك وقع هذا التأثر من جهة المتكلمين الذين اطلعوا على علوم اليونان بعد ترجمتها نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وهذا العقيدة علم واحد أم عدة علوم يعني هل هي تلك العلوم وما هي أهم الكتب التي أيضا صنفت في هذا الجانب نعم علم العقيدة بدأ أولا بالرواية ثم انتقل إلى التدوين وذلك عبر الجوامع الحديثية ثم أفردت لموضوعاته أبواب ومن ثم أفردت لمروياته كتب مستقلة ثم وقع التدوين الجامع لمسائل علم التوحيد ثم امتد رواق هذا العلم ليشمل ما استجد من مسائل أو نوازل مع الرد على المخالفات والانحرافات وتفرعت عن تلك الدوحة الأصيلة لعلم التوحيد فروع عقدية متعددة بعضها يرتبط بجانب البناء والتأصيل وبعضها يرتبط بجانب الهدم والرد على انحرافات المخالف وتارة يكون المخالف مخالفا في أصل الدين وتارة يكون منحرفا عن أصول السنة وثالثة تكون الردود على زلات وأخطاء وقعت من بعض أهل السنة فيرد عليها أيضا بناء على ما سبق فقد تطور الدرس العقدي في معاهد العلوم الشرعية المعاصرة وفي جامعات العالم الإسلامي وفي أقسام العقيدة وأصول الدين بحيث صارت العلوم التي تدرس في تلك الأقسام وفي الدراسات العليا متنوعة ومتعددة جدا صار عندنا قسم لكليات أصول الدين وقسم العقيدة وهذا القسم يدرس طلابه مواد من السنة الأولى إلى السنة الرابعة فإذا دخلوا إلى مرحلة التخصص الماجستير دخلوا إلى علوم أكثر عمقا وأكثر توسعا بكل حال فإنه يمكن التمييز بين ما يحتاجه العامي والمبتدئ والمثقف المسلم من علوم العقيدة وكتبها وبين ما يحتاجه العالم المتخصص وطلبة العلم المتفرغون إذن هنا ينبغي أن نفرق بين ما يحتاجه العامي وما لا يسع المسلم جهله من علم الاعتقاد وبين ما هو خاص بفئة من أهل العلم وهم المتخصصون في باب العقيدة علوم العقيدة التي يحتاجها العامي أو المبتدئ هي تلك الكتب أو تلك المتون التي تعنى بتقديم ما لا يسع المسلم جهله من عقيدته سواء أكانت من كتب المتقدمين أم كانت من كتب المتأخرين فمن كتب المتقدمين مثلا العقيدة الطحاوية وما يرتبط بها من شرح وحواشي لذلك المتن النثري وربما كان المتن نظما شعريا فيستفيد الطالب العقيدة من خلال ذلك النظم وهي كثيرة كثيرة متقدمين ومتأخرين يعني منظومة ابن أبي داود حائية ومن المتأخرين منظومة سلم الوصول إلى علم الوصول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى إذن قد يكون المتن نظما وقد يكون نثرا وهناك كتب المعاصرين الذين يعني كتبوا أو قدموا العقيدة بطريقة سهلة وميسورة ويعني بشكل لطيف أسئلة وأجوبة زمتين سؤال وجواب في العقيدة قد كتبت أنا متنين متن مختصر للناشئة بعنوان الفريدة في عقيدة أهل السنة والجماعة وآخر بعنوان درة البيان في أصول الإيمان إذن هذه متون منثورة للمعاصرين من علماء المسلمين هذه المتون يتعرف من خلالها العمي على ما يحتاجه أو يتعرف عليها المثقف العادي على ما يهمه ويلزمه من حيث هو مثقف مسلم وقد تكون هذه الكتب كتبا سالسة وفي صورة سلاسل مثل سلسلة الشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله التي هي في العقيدة العقيدة في الله العقيدة في الملائكة العقيدة في الكتب وعقيدة في الرسل إلى آخر هذه السلسلة أما ما يتعلق بالمتخصصين من العلماء وطلبة العلم فقد تعددت العلوم العقدية وتعددت أسماؤها وتنوعت مساراتها فإذا قلنا ما هي هذه المسارات فأنا نقول هذه المسارات تصل إلى عشرة مسارات أو أكثر من ذلك فمثلا أول هذه المسارات والمساقات مساق علوم العقيدة وهذا يشمل كتب العقيدة المروية المسندة القديمة وكتب المتون القديمة والمعاصرة وكتب الشروح الأثرية قديما وحديثا كما تتضمن أيضا الكتب الموضوعية العقدية وكتب الرسائل العلمية الجامعية الأكاديمية التي تعالج العقيدة ومسائلها المختلفة بما في ذلك مناهج علماء أهل السنة وبيان معتقداتهم كما تشمل أيضا البحوث والدراسات والمقالات التي تعتني بتجلية عقيدة أهل السنة وتأصيلها وذكر قواعدها وضوابطها وما يتصل بها من مناهج التلقي والاستنباط ونحو ذلك هذا كله يدخل تحت باب علوم العقيدة وقد صنف في هذا المضمار كتب كثيرة سالفا وخلفا سواء في العقيدة المسندة التي تقدمت ومن أشهر هذه الكتب كتاب التوحيد لابن خزيمة مثلا أو الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكاء وغير ذلك من الكتب القديمة وأما الكتب الحديثة فكثيرة فهناك موسوعات عقدية في الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة المرتبة الإسلامية الزاخرة بهذه الكتب نعم للمعاصر هذا هو المسار الأول الذي يهم طالب العلم المتخصص علوم العقيدة علوم العقيدة وذكرنا فيها المتون نظما ونثرا والشروح القديمة والمعاصرة والكتب العلمية المفردة والبحوث والمقالات العلمية المتخصصة إضافة إلى الرسائل العلمية الجامعية في مرحلتين ماجستير والدكتوراه مما له تعلق بعلم العقيدة مباشرة نعم طالب العلم في المرحلة الأولى هذه في مرحلة التأسيس هل يأخذ من المتأخرين أم من المعاصرين؟ في الحقيقة الأصل أن يأخذ طالب العلم المتن الأخصر والأقرب لتأصيل العلم فإذا أخذ به ثنى بشرحه المختصر ثم بشرحه المتوسط ثم بشرحه الأوسع عند ذلك يحصل على شيء من التدرج في طلب العلم وشيء من الثمرة التي يبنى أولها يبنى آخرها على أولها طيب المساق الثاني أو المسار الثاني هو مسار علم الفرق الإسلامية والرد على انحرافاتها إذا المساق الأول مساق علوم العقيدة المساق الثاني علم الفرق والرد على انحرافاتها هذا يتعلق بمعرفة طوائف المخالفين في أصول السنة من أهل الأهواء والبدع ماذا عند الخوارج من عقائد؟ ماذا عند الروافض من عقائد؟ المعتزلة ماذا عند المعتزلة من عقائد؟ تدرس هذه الفرق وتلك الطوائف وتعرف أيضا أسباب انحرافها ما هي الأسباب؟ وما هي المقولات التي فارقت بها السنة وأهلها؟ ومن ثم يأتي الرد عليها وعلى شبهها وهذا مساق مهم من مسارات أو من مساقات الدراسات العقدية وقد ألف في هذا قديما وحديثا يعني ليس الحديث في هذه الفرق ومعتقداتها حديث جديد بل هو حديث الشهر الثاني في كتابه الملل والنحل وهو كتاب وهو حديث ابن حزم في كتابه الفصل في الملل والنحل وهو أيضا حديث البغدادي في الفرق بين الفرق وحديث الإمام الأشعري رحمه الله في مقالات الإسلاميين إذن هؤلاء جميعا من علماء القرن الرابع والخامس الهجري وقد كتبوا وصنفوا في هذه المقالات وفي أصحابه كذا صنفت كتب حديثة في عصرنا الحاضر كموسوعة الفرق المنتسبة للإسلام أصول مذهب الشيعة لدكتور ناصر القفاري مثلا مع الشيعة الاثنى عشرية في الأصول والفروع لشيخنا الدكتور علي أحمد السالوس حفظه الله إذن هذه الكتابات موجودة وبكثرة في ساحتنا الإسلامي المساق الثالث أو المسار الثالث علم الأديان والرد على ما فيها يقصد بهذا دراسة الشرائع السابقة على الإسلام سواء كانت من الشرائع الإلهية أو من الشرائع الوضعية فتسبقنا النصرانية وتسبقنا اليهودية وهناك شرائع وضعية كثيرة سيخية وبوذية وهندوسية إلى آخرية هذه العقائد معرفتها تخص أو تهم عالم العقيدة لماذا؟ ليتمكن من تحديد نقاط انحرافها ويتمكن من إظهار عوارها وبطلانها ويمتلك ناصية الرد عليها إلزاماً للمخالفين وإقامة للحجة على المعاندين أيضاً وقاية لأبنائنا وناشئتنا الذين قد يسمعوا بهذه الديانات أو يتعرفوا على بعض من معتقدات أولئك القوم نعم إذن كما تدرس اليهودية والنصرانية تدرس مختلف الأديان الوضعية وأيضاً كتاب الفصل لابن حزم رحمه الله تعالى قد تعرض لما عند اليهود وما عند النصارى كذا كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية رحمه الله هداية الحيارة لابن القيم كل هذه كتب وأسفار قديمة عنيت بما يسمى بعلم الأديان اليوم وهناك كتب حديثة اللفت في العصر الحديث اعتانت بهذه القضايا كإظهار الحق للشيخ رحمه الله الهندي رحمه الله تعالى وكذلك الأسفار المقدسة لعلي عبد الواحد وافي ومقارنات الأديان للدكتور أحمد شلبي كل هؤلاء كتبوا وصنفوا وألفوا في العصر الحديث هذه الكتب وتلك الدراسة هناك الكثير أيضا من المقاطع للدكتور باكر نايك وغيره من المشايخ الذين تحدثوا عن كثير العلم الوقعية نعم صحيح وتوجد لهم المقاطع عبر وسائل التواصل الانترنت وغيرها نعم الشيخ أحمد ديدات نعم رحمة الله المساق الرابع هو علم الكلام ودراسته دراسة نقدية هذه دراسة تلزم المتخصص للرد على انحرافات الفراق والمتكلمين على اختلاف مشاربهم ومعرفة مواضع النقد التفصيلي في كل باب من أبواب العقيدة بعد نقد منهج المتكلمين في التلقي والاستدلال واستنبط الأحكام في الاعتقاد يقف المتخصص على ما خالف فيه المعتزلة غيرهم ما خالف فيه المرجئة غيرهم ما خالف فيه الخوارج غيرهم ما خالف فيه هذه الفئات كيف تخالفت المعتزلة مثلا مع الأشعارية وهكذا من الكتب التي اعتنت بهذا الموضوع قديما درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية وكتابه أيضا نقد تأسيس الجهمية وكتاب ابن القيم في الصواعق المرسلة من الكتب المعاصرة التي تعلقت بموضوع علم الكلام ودراسته كتاب مدخل إلى علم الكلام للدكتور حسن الشفعي حفظه الله وموقف ابن تيمية من الأشاعرة لعبد الرحمن المحمود حفظه الله مذاهب الإسلاميين لعبد الرحمن بدوي هذا أيضا وإن كان من الفلاسفة إلا أنه فصل في هذه القضية كذلك موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة عرض ونقد لدكتور سليمان الغص كل هذه فيها هذا المعنى الذي نتحدث عنه وهو الدراسة النقدية لعلم الكلام المسار الخامس هو مسار علم الفلسفة ودراسة الفلسفة دراسة نقدية هذا للمتخصصين فقط فالمتخصص يدرس في عقيدة أهل السنة يدرس في جذور هذه الفلسفة وسواء كانت الفلسفة هي الفلسفة اليونانية أو كانت تابعة هذه الفلسفة وهي الفلسفة الرومانية كما يدرس المناهج الفلسفية الكبرى في العصول القديمة والوسطى ويقف على مدارس هذه الفلسفة سواء على ما عليه السفستائيين أو الفلسفة المشائية أو مدارس الإشراقيين والمثاليين وأبرز من يمثل هؤلاء من العلماء الذين عرفوا بأنهم أئمة هذا العلم علم الفلسفة ويدرس أيضا أهم القضايا الفلسفية دراسة نقدية كقضية مثلا وجود الله وصفات الله وقضية الإلحاد وما عليه الدهرية وطبعا هناك كتب أيضا قديمة في هذا الموضوع كما هناك كتب معاصرة نتيمية رحمه الله له كتاب بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة وأهل الإلحاد كذلك الإمام الغزالي رحمه الله له تهافت الفلسفة منهاج السنة النبوية حتى ابن رشد الفيلسوف له تهافت التهافت يرد فيها على الغزالي هذا بالإضافة إلى كتب يعني من يسمون بفلاسفة المسلمين كابن سينة والفرابي الاطلاع على هذا مناسب بالنسبة للمتخصص دون غيره وأما الكتب التي ألفت في العصر الحديث فهي أيضا متعددة كموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي ونشأة الفكر الفلسفي لعلي سام النشار وغير ذلك من الكتب هناك كتاب للفضيلة الدكتور مصطفى حلمي وهو من شيوخنا حفظه الله بعنوان الإسلام والمذاهب الفلسفية المعاصرة ينقض فيها هذه المذاهب وكذلك فضيلة شيخنا دكتور محمود مزروعة كل هؤلاء كتبوا وصنفوا وألفوا هناك أيضا مساق آخر وهو مساق المذاهب الفكرية المعاصرة المتخصص ينبغي له أن يتعرف على أصول هذه الأفكار الغربية الوافدة ما هي أصول العلمانية ما هي أصول الليبرالية ما هي أصول الحداثة والقومية والإنسانية والوجودية الشيوعية الإلحاد الماسونية كل ذلك يدخل في دراسة ما يمكن أن نسميه بالمذاهب الفكرية المعاصرة وفي ذلك كتب متعددة ومتنوعة أيضا مسار أو مساق أصول السنن والمبتدعات هذا يعني مسار يضبط أصول السنن والمبتدعات في الجانبين العلمي والعمل هناك كتب متعددة في هذا المجال أشهرها كتاب الاعتصام للإمام الشاطيب رحمه الله تعالى وهناك كتب أخرى كالباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة وتنبيه والرد الملطي وغير ذلك حتى المعاصرين لهم أيضا مؤلفات فشيخ علي محفوظ من شيوخ الأزهر له الإبداع في مضار الابتداع وهناك أيضا كتب في بيان معرفة البدع وضوابطها كقواعد معرفة البدع ومعيار البدع لمحمد حسين الجزاني وموقف أهل السنة من أهل الأهواء والبدع وكذلك المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم وهذا كتاب اللفته ابن تيمية وموقفه من الآخر كل هذه كتب يعني معاصرة تنبه إلى أهمية التحرز والتوقي وتعرف بما عليه أولئك المخالفين أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ وأفتنا بكنوز عظيمة بهذه الكتب القيمة ونثرت لنا مجموعة من الكتب التي تفيد طالب العلم وتفيد المتخصصين ومن يسلك طريقة العلم ويتخصص في علم العقيدة فجزاك الله خيرا على هذا الجمع الوجيس في هذه الدقائق مع نودة لهذه الكتب الهامة فجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك إذن نلخص هذه العلوم علم الأديان وعلم الكلام وعلم العقيدة وكذلك علم الفلسفة وهناك مساقات أخرى أم هذه هي المساقات؟ مد يسري إبراهيم الخبير الشرعي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على ما أفتنا وأفتت السادة المستمعين في هذه الحلقة من علم النافع فجزاك الله عنا خير الجزاء وشكرا وصول لكم مستمعين الكرام على أن نلقاكم الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى نستودعكم الله وفي أمان الله تأصيل